شيء آخر الروح القدس اللي بيتكلم عنه بولوس الرسول هو شخص فالروح القدس ليس غريب على اليهودي أو المسيحي فالروح القدس موجود في كل صفحات الكتاب المقدس من سفر التكوين لصحاح الأول وكان روح الرب يرفه على وجه المياه إلى الآيات الأخيرة في سفر الرؤية صحاح 22 الروح والعروس أي الكنيسة يقولان تعال لمجيء المسيح يسوع ثانية فبيتكلم عن شخص وأن نمتلئ بهذا الشخص وبيتكلم عن قوة الروح القدس في كده نحي في رسالة أفسوس يؤيد الإنسان الباطن بالروح القدس ونستطيع أن نسلك بقوة الروح القدس ونواصل مهام الحياة بقوة الروح القدس ونستطيع أن نمتلئ من الروح القدس حتى نتمم مشيئة الآب فالروح القدس هو روح شخص أيضا بالكتاب في أفسوس يقول ولا تحزنوا روح الله القدس الساكن فيكم يعني هو شخص بيحزن إذا إحنا منرتكب الخطايا اللي بيذكرها بولوس في أفسوس وإذا إحنا ما منمجد الرب يسوع المسيح لأنه الروح القدس ساكن فينا لما آمننا بيسوع المسيح اتعمدنا بالروح القدس والروح القدس بيملأنا لأنه هو شخص لكن هذا الشخص محتاجين يكون حساسين معاه فهو يحزن عندما نخطئ إلى الله في موضع آخر يقول لا تطفئ الروح يعني أنت كأنك بتحط الروح القدس على جمب في موضع آخر بيقول لا تكذب على الروح أو لا تقاوم الروح فإذا الروح القدس هو شخص لكن دعوة بولوس ووصية بولوس لا تسكر بالخمر بل امتلئ بشيء آخر امتلئوا بالروح القدس الروح القدس يمجد المسيح والروح القدس يعطي القوة في حياة المؤمن والروح القدس يعطي الغلبة في حياة المؤمن نتغلب على الشهوات والرغبات والانغماس في حياة الشر إلى حياة القدسة فهو روح القدسة وهو روح الوحدة وروح البركة والروح القدس عاوز يسكن فيك اليوم عندما تؤمن بيسوع المسيح أنا بصال أنك تتخذ هذا القرار اليوم بحياتك حتى أسمع منك إلى اللقاء والرب يبركك اشتركوا في القناة